اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طهورا يا ابن عمي ناصر ابن مفشد هذا الدواء تعبني يا ابن عمي واني والله لا اظن ان ساعة الرحيل دنت والله الله في عمان واصلوا الفتح يا سلطان ابن سيف خلصوا عمان من العدو ما بقي الا مسقط ومطرح رحل امامنا ناصر ابن مرشد واحد عمان بين قلوبنا لباكية على فراقه وقد اجمعت الامة العمانية على مبايعتي لاخلفه انا سلطان ابن سيف اليعربي هؤلاء البرتغاليون يكونون من خيرات البلاد ويعيثون بها الفساد ويسلبون وينهبون العباد يبدو انهم امينوا بموت الامام ناصر فخانوا اتفاق الصلح مع الامام اذا لابد من تأديبهم جعلت تخليص عمان من العدو بداية امامتي تسيرت الجيوش وعددت العدة لحصار العدو لنضيق عليهم الخناء ايها الجنود هيا تقدموا تقدموا كانت بداية هجوم جيشنا العمانية بطل الرولة ومن هنا تبدو قصة محاولات التحرير فهجم عليهم هجمة الرجل الغاضب ولقي العدو خسائر فادحة فقد جئنا بروح يملأها الولاء لعمان طال حصارنا على مسقط اياما اسابيع اشهر وكانت البنات القوكة لاحم بين العدو من ابراجه وبين جند عمان والعدو والعدو لا يزال صامدا فقد كانت حصوله ممتلئة بالغذاء والمؤنث كيف الخلاص اذا بين هدوء الحصار وتسلل اليأس وصلت لنا اخبار لانه في الليلة القادمة هناك عيد للبرتغاليين يسكرون ويعربدون فيه انها اللحظة المناسبة لمباغتتهم لدخول حصولهم لابد ان نستغلها بدأ الاحتفال وبدأ العدو يريد عن مشته وبدأ مع هذا تسلل جهود يوميا حتى نقترب من الحصوم البرتغالية تسللنا في هدأة الليل الى القلعة وصعدنا بخفة جرودنا على جدرانها العادية والأحدون لا ينمدنا وصار جنود جيشنا يدخلنا واحدا واحدا حتى اذا اجتمع العدد ضربت عنان بقوة فنبقوا منهم احدا واشتدت الحرب ما هو العدو المرتغالي يخسر وبنادقنا تصوب فوهاتها على العدو من هنا ولله الحمد تخلصت عمال من المحتل بعد مئة وستين سنة من الكفاح وبقيت البلاد آمنة هانئة ويا رافعين العرش العظيم من بعد سبع عاليات واربوز لله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة